الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه فإن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أحبابنا الكرام كنا ذكرنا في الدرس الماضي عن الإيمان باليوم الآخر ونكمل بشرح الحديث الثاني من حل ألفاظ الأربعين النووية ونبدأ بالدرس الثالث عشر حيث قال المؤلف الحافظ النووي رحمات الله تعالى عليه قال صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره يجب الإيمان بالقدر خيره وشره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم فإن المقدورة أي المقضي المخلوق خيره وشره يحصل بتقدير الله وخلقه ومشيئته فما كان منه من المقضي أي المخلوق خيرا نحبه وما كان منه شرا نكرهه ومعنى من شر ما قضيت أي الشيء الذي خلقته وفيه شر جنبنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال وتؤمن بالقدر خيره وشره أراد بقوله وتؤمن بالقدر أن تؤمن بصفة الله القدر أي التدبير أي أن الله تعالى له تدبير أزلي شامل ثم قال صلى الله عليه وسلم خيره وشره أعاد الضمير على القدر لمعنى آخر غير الذي استعمله في الأول في الأول أراد أن يقول صلى الله عليه وسلم يجب عليك أن تؤمن بتقدير الله الأزلي الأبدي هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وتؤمن بالقدر ثم قال خيره وشره يعني يجب عليك أن تؤمن أن هذه المقدورات أعيد الضمير على القدر بمعنى المقدور يجب عليك أن تؤمن أن هذه المقدورات التي منها خير ومنها شر ما وجدت إلا بتدبير أزلي من الله هذا معنى وتؤمن بالقدر خيره وشره نحن المؤمنين راضون عن تقدير الله وعن قضاء الله يعني تخليق الله وعن مشيئة الله لكن لا نرضى بالشر الذي يحصل من العباد لأن العباد منهيون عن فعل الشر ففعلهم للشر قبيح منهم أما الله لا يتوجه إليه أمر ولا يتوجه إليه نهي هو الآمر الذي لا آمر له وهو الناهي الذي لا ناهي له ليس عليه محكومية لأحد ليس لأحد أن يأمر الله وليس لأحد أن ينهى الله فإذن يجب علينا الإيمان بالقدر وهذا مما أخبر عنه رسول الله لما جاء جبريل عليه السلام فسأله عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فيجب الإيمان بالقدر ما معنى القدر؟ القدر معناه التقدير أي أن الله تعالى قدر بتقديره الأزلي كل شيء يحصل في هذا العالم يعني الله تعالى هو جعل كل شيء في هذا العالم على ما هو عليه التقدير معناه التدبير يعني التدبير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله الأزلي ومشيئة الله الأزلية القدر من حيث اللغة مصدر يطلق ويراد به أحد أمرين يطلق ويراد به المقدور أي ما وجد بتقدير الله ويطلق ويراد به صفة التقدير وهي صفة لله تعالى أزلية أبدية عندما نريد بالقدر أنه صفة لله تعالى لا نقول أن تقدير الله ينقسم إلى خير وشر إنما يقال تقدير الله حسن الخير والشر بخلق الله وتقدير الله حسن أما المقدور أي المخلوق منه ما هو خير ومنه ما هو شر القدر هنا بأي معنى التقدير أي أن الله موصوف بصفة التقدير أي أن الله يجعل كل شيء على ما هو عليه الله هو الذي يدبر الأشياء على وجه مطابق لعلمه ومشيئته الأزليين سبحانه ثم عندما قال خيره وشره رجع الضمير هنا على كلمة القدر لكن بأي معنى المقدور أي المخلوق ليس بمعنى الصفة فإذا الإيمان بالقدر أي التقدير الإيمان بأن الله موصوف بصفة التقدير خيره أي المقدور وشره أي المقدور هنا معنى القدر في الحديث على معنيين على معنى الصفة وعلى معنى المقدور هنا معنى القدر على معنى الصفة ثم رجع إليه الضمير بشره بمعنى الآخر أي المغدور وهذا معروف في لغة العرب يسمى الاستخدام مثاله كقول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا إذا نزل السماء هنا على معنى المطر رعيناه الضمير رجع إلى السماء على معنى المرعة أما المعتزلة ماذا قالوا المعتزلة قالوا الله تبارك وتعالى ما قدر إلا الخير قالوا الله ما شاء إلا الخير هكذا قالوا ما شاء إلا الخير لماذا قالوا على زعمهم لأن الله لا بد أن يختار ما هو الأصلح للعبد وما يفعل الله تعالى إلا ما هو الأصلح للعبد هكذا قالوا معنى كلامهم هذا نسبة العجز إلى الله لأن معنى كلامهم أن الله غير قادر على سائر المخلوقات على زعمهم الله قادر فقط على ما هو الأصلح للعبد كل ما سوى ذلك الله غير قادر عليه على زعمهم معنى كلامهم أن قدرة الله متناهية هذا معنى كلامهم الشيء الذي هو أصلح للعبد يضاف إليه ثم كل ما وراء ذلك على زعمهم الله غير قادر عليه هذا معنى كلامهم كفار كيف لا يكفروا لو كانت مشيئة الله متعلقة ببعض الممكنات دون بعض لحتاج الله إلى مخصص خصص مشيئته بالتعلق بالبعض دون البعض والاحتياج دليل الحدوث وهو مناف للألوهية فثبت أن كل ما يحدث في هذا العالم من خير وشر هو بتقدير الله ومشيئته فيتلخص معنا مما مضى أن الأمور تنقسم إلى أربعة أمر أمر الله به وشاء أن يحصل كالإيمان من المؤمنين الله أمرهم بالإيمان وشاء أن يؤمنوا أمر أمر الله به ولم يشأ أن يحصل كالإيمان بالنسبة للكافرين الله أمرهم بالإيمان لكن ما شاء أن يؤمنوا فلم يؤمنوا أمر لم يأمر الله به ولكن شاء أن يحصل وذلك كالكفر من الكافرين الله تعالى ما أمرهم بذلك لكن شاء أن يكفروا فكفروا أمر لم يأمر الله به ولم يشأ أن يحصل وذلك كالكفر بالنسبة للملائكة الله ما أمرهم بالكفر وما شاء لهم أن يكفروا فلا يكفروا فالأمور تنقسم إلى هذه الأقسام الأربع فالذي يفهم هذا يكون فهم مسألة المشيئة ومسألة القدر هذا ملخصه كل ما يحصل في هذا العالم حصل بمشيئة الله ما شاء الله حصوله لا بد أن يحصل ما لم يشأ إلا حصوله لا يحصل أبدا ليس كل ما أمر الله به شاء حصوله من أراد الله له الإيمان يؤمن ومن لم يرد الله له الإيمان لا يؤمن الله قدر كل ما يحصل في هذا العالم والله هو الخالق لكل شيء يحصل في هذا العالم هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة ونقول الله تعالى لا يجب عليه شيء من هداه الله فبفضله ومن أضله الله فبعدله ولا يجب على الله شيء هو الرب ونحن العبيد هو المالك ونحن مملكون هو المالك الحقيقي مالك لنا ولما نملك وهو يفعل في ملكه ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون المشيئة ليست تابعة للأمر إنما متعلقة بالعلم ما علم وجوده أراد وجوده في صفات الله لا يوجد سابق ومسبوق كل الصفات الله أزلية ما شاء كونه علم كونه شاء كونه بمشيئته وعلمه الأزليين الله شاء أن يحصل كفر من بعض الناس لكن ما أمر به الله أمر بأشياء ولم يشأ حصولها مثال ذلك الله أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده إسماعيل عليه السلام أمره ولكن ما شاء أن يحصل ذلك فالمشيئة ليست تابعة للأمر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى وأن يختم لنا بخاتمة السعادة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر